تفسير الأحلام تبقى قديما على القناة بالكلام عن رؤية العباية لو أنتم لاحظين والمتابعين معاي هيفهموا الكلام ده إن أنا بحاول أهتم بموضوعات اتكلمت عنها قديما مش موضوع إن أنا بكرر لا وإنما الموضوع الاهتمام بالموضوعات دي على قدر كبر القناة زمان كنا لسه في البداية كده فكنا بنقول تعريفات 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 النهاردة لكل مقام مقال القناة بدأت تكبر فلازم العدد الكبير ده الواحد يقول له كلام معتبر كلام إن الإنسان لازم يراعي ظروف المشاهدين مش ههديني دلوقتي مش زي من سنة واثنين وثلاثة فلازم الموضوعات تكون ذات قيمة ده اللي أنا عايز أوصله لكم مش موضوع بقى تدوير فيديوهات لأن الكلام اللي بقوله بفضل الله ما بكرروش حتى ولو كان فيديو وارجع هتكلم عن العباية زي ما هتكلم عن النهاردة قارنوا ما بين الفيديو ده وما بين الفيديو ده مش هتلاقوا حاجة وإن كان فيه نقطة أو اثنين أو ثلاثة لتكملة الموضوع مش أكتر فالنهاردة الموضوع قيم ومهم رؤية الكلام عن العباية من الأشياء المهمة العباية بداية العباية السوداء تحديدا لها أكتر من معنى يعني زي ما نقول دي دلالات وبناء عليها نبدأ نفصل العباية السوداء زواج للعزباء وللمتزوجة تدل على الزوج بأن الزوج يكفيها مؤونة الحياة إنه بيصرف عليها وبينفقه برعيها وبيحبها والآخر وللزوج رزق ومال وللمطلقة والأرملة ربما زواج جديد أو سعة في الرزق وللحامل خير لها ولمولودها وللأعزب زواج دي بداية كده وبعدين هنفصل لأن معلش يعني العباية للزوج رزق إمتى تبقى رزق؟ لما تبقى مثلا فيتفاضة سابقة قصيرة لا دي مش هتبقى رزق هتبقى غير محمودة وهكذا مع كل شخص هنبدأ الكلام دلوقتي رؤية شراء العباية اقترابش أنت تنتظره فيه شيء يشغلك تتمنى أن يحدث حينما ترى وقت انشغالك بهذا الأمر أنك في المنام تشتري عباء كلام الكل هذا الشيء سوف يحدث لك إن شاء الله طبارك وتعالى وستسعد به جدا أحيانا تكون لبعض الأشخاص فرصة عمل ما عندوش حاجة يتمناها وإنسان عادي خالص لكن من الممكن أن يكون في الوقت ده بيبحث عن عمل فهذه الرؤية تبشره بأن هناك فتح فرصة عمل جديدة أو وظيفة وأحيانا تدل هذه الرؤية شراء العباء للمرأة المتزوجة على الحمل وأحيانا تدل شراء العباء على الزواج لمن لم يتزوج فكل شخص على حسب حالته كل شخص على حسب ما يتمنى كل شخص على حسب رغبته طيب شراء العباية حاجة كويسة أيوه طب ضياع العباية أكيد حاجة تبقى مش كويسة لكن مش صعبة قوي يعني مثلاً ضياع العباية بالنسبة للبنت العزباء أن الزواج سوف يتأخر عليها إذن هو زواج في النهاية والزواج شيء محمود بالنسبة للبنت العزباء لكن ضياعه هيبقى فيه تأخر في موضوع الزواج أو إن كان فيه زواج عن قرب أو عن قريب يعني هيبقى فيه بعض المشاكل إذن ضياع العباية شيء مش محمود شيء ولكن ليس شراً يعني ليس شراً إن في بعض الأحيان في بعض الموضوعات ضياع الشيء بيبقى شر إنما هنا مش شر فبنقول رؤية ضياع العباية للعزباء تأخر الزواج طب نفترض ضياع العباية ثم العثور عليها في نفس الحلم لا هنا بقى ده حاجة يعني صحابة شيء تعقبات خفاف كده لكن الزواج مش هتأخر ولا حاجة رؤية البحث عن العباية في الخزانة أو في الدولاب زي ما بنقول هذه الرؤية تدل على الزواج ولكن زواج به بعض المشاكل رؤية البحث عن العباية في الدولاب بنت شافت إن هي فتحت الدولاب وقعدت تبحث عن العباية وتقلب في الثياب والملابس هي عايزة عباية معينة وهم لا تبحث عنها هذه الرؤية تدل على الزواج ولكن زواج به بعض المشاكل ومع شديد الأسر قلنا ضياع العباء للعزباء طيب ضياع العباء للمرأة المطلقة هتتعجب رجوع للطريق وستسعد معه وتتعيش وسوف تعيش معه حياة أفضل من التي كانت عليها رؤية ضياع العباء للمطلقة أنا عن نفسي يعني تعجبت يعني أصابني يعني سبحان الله العظيم الإعجاب رؤية ضياع العباء بالنسبة للمرأة المطلقة رجوع لطريقها ليس فقط وإنما ستشعر معه بالسعادة وستعيش معه حياة أفضل مما كانت عليه في مرة الأولى قبل أن يطلقها رؤية العباية المخططة أركز معي بقى في الرؤيتين اللي كي ندول عباية مخططة يعني زي إيه مثلا شفت القميص ده خطوط وخطوط منتظمة رؤية العباية المخططة تدل على زواج من شاب منظم وتقيق بحاسب في كلامه ومرتب في أقواله وفي أفعاله وفي شغله وفي عمله وفي حياة منظم رؤية العباء بخطوط منتظمة كده شكل القميص اللي ندارسه دي بالنسبة لرؤية العباء المخططة بالنسبة للبنت العزبة طيب دي رؤيتها ارتداء العباية بالنسبة للبنت العزباء وكانت العباء قبيحة مع أنها مخططة هذه الرؤية تدل على أن العريس أو الخاطب الذي سوف يأتيها غير مناسب يعني هي هي نفس الرؤية بس الرؤية الأولانية رأت عباية مخططة وفرحانة بالعباية دي وشكلها جميل نفس العباية لبسيتها حست أن العباية المخططة دي أن هي مش مبسوطة العباية دي وحشة علي في كده وحيانا من الممكن أنت واحد تاني أو شخص تاني أو إنسانة تاني أو صديقيتها حتى تقول العباية جميل عليك بس هي شايفها مش كويسة فكل النية تشوف العباية المخططة دي اللي يخططها زي الشكل منها وصفتها لكن يعني تحس أن هي قبيحة اللي هيأتي إليها لخطباتها شخص غير مناسب ومع شديد الأسر رؤية العباية وعليها أتربة شفت العباية في المنام ولا أترب يعني متسخة هذه الرؤية تدل على النكد وعلى الهم ومع شديد الأسر طيب رؤية العباية بألوان مش مخططة بقى بألوان العباية مليانة ألوان لكن الألوان كانت متناسقة تدل على أن هذه البنت هي التي سوف تختار شريك حياتها وسيكون مناسبا رؤية العباية الملونة والألوان متناسقة طيب لو كانت الألوان غير متناسقة سوف تتزوج من شخص مش هقول بقى غير مناسب لا شخص غريب الأطوار الناس لما تتعامل معه أقول لك على فكرة الشخص اللي انت جوزتي ده غريب عنده طباعة غريبة مش زي هنا كده طبعا الأطوار الغريبة دي أنا معارش هي إيه بس أكيد هيبقى شخص مختلف شوية الناس هتقول عليه غريب الأطوار طيب رؤية العباية المطرزة عارفيني العباية المطرزة ده أقول لك عارفينها بالنسبة للبنت العزباء زواج من رجل صاحب أموال وشركات يعني غنى وثراء فاحش بفضل الله تبارك وتعالى لما البنت العزباء تشوف العباية المطرزة طيب رؤية البنت العزباء أنها ترتدي العباية بالمقلوب يعني القميز ده يعني أنا كده لابسه مظبوط والزريره لو أن القميز ده مقلوب والبستو وهو مقلوب هذه الرؤية يعني مش إنها رؤية شر ولا حاجة لا أبدا زواج مفاجئ بالنسبة للبنت العزباء بدون ما تاخد احتياطاتها ووقتها وإنها تفكر زواج مفاجئ رؤية البنت العزباء أنها ترتدي العباية بالمقلوب ارتداء العباية الفضفاضة الواسعة بالنسبة للمرأة المتزوجة هذه الرؤية من الرؤية المحمودة لو كانت فقيرة غنى ولو كانت غنية أموال إيه ده سبحان الله العظيم أيوة حتى إن بعض الناس بعض المفسرين قالوا أن هذه الرؤية تدل على أنها قريبة من ربها موضوع إيمان وطقوة وصلاح طبعا الكلام ده أنا ذكرته في الفيديو وقال له بتاع العباء اللي أنا كلمتكم عنه في الفداية إن سيدنا عمر رؤية في المنام إنه يلبس عباء فضفاضة واسعة ومجرجارة على الأرض فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية سألوه الصحابة قالوا ما تأويلها يا رسول الله قال الدين إن سيدنا عمر دينه كبير دينه يعني سبحان الله العظيم طبعا سيدنا عمر رضي الله عنه عن الصحابة يا جمعين كلهم كذلك فدي علماء التفسير خادوا من هي إن العباية الواسعة سيبكم من الدنيا لا القضية إيمانية ولكن برضو ما يمنعش إن احنا نقول إن الرؤية تدل على الغنى وعلى المال وعلى الخير وعلى البركة شيء جميل يعني ارتداء المرأة المتزوجة لعباية قديمة للأسف الشديد تدل على الانفصال رؤية اللون الأسود محمود لمن يرتدي السواد في الحقيقة ومذموم لمن يكره اللون الأسود في الحقيقة انت هي لك لمواضح الشخص اللي بيحب اللون الأسود في الحقيقة لما يشوف اللون الأسود في المنام ده خير الشخص اللي بيكره اللون الأسود ده نادرا من اللي بيبس اللون الأسود لكن من اللي ممكن أن يكون موجود فالشخص اللي ما بيحبش اللون الاسود في الحقيقة لما يشوف المنام ده انتي بقى سبحان الله رؤية غير محمودة وما عشد للأسف رؤية ارتداء الثياب الملكي عباية كده بتاعت الملوك سواء رجال او نساء هذه الرؤية تدل على قوة الارتباط بالزوج وصعب زعزعة او ضعف او تضعيف هذه العلاقة المرأة اللي تشوف ان هي لبس عباية او ثوب ملكي دي تحط البطنها بطيخة صيفة زي ما بنقول بالمصري مستحيل حد يقع بينها وبين زوجة وكذلك الرجل لو رأى برضو يلبث الثياب الملكي طيب رؤية ارتداء العباء السوداء من المرأة الحامل خير لها ولمولودها خير لها ولمولودها اخر حاجة نيختم بيها وهي رؤية العباء للرجل المتزوج او حتى الشاب ولكن هذه العباء من الحرير ثم يرتديها هذه الرؤية تدل على انه شخص كسول لا يحب العمل ومع شديد الاسعب دي كانت بعض الرؤية الجميلة والمهمة في رؤية العباء في المنام تدرون في اللقاءة القادمة اقولوا قولي هذا واستغفر الله لولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر